في التدريب شوية في الشغل مع كابتن إيهاب إن إحنا بنشتغل بطريقة علمية قوي يعني كابتن إيهاب بيحب يشتغل ما فيش حاجة بتتعمل باي بوك والحتة بتاعة الأحمال وتقنين الحمل عامةً أو تنظيم الحمل هي حتة علمية ما فيهاش يعني فيها صح وغلط مش قراء قوي يعني فإحنا بنشتغل فيها وبنركز فيها قوي بالذات في المحافظة على نسبة الإصابة وده شغل بحاول أعمله مع كابتن إيهاب وحاجة من الحاجات اللي مفرحانة عمتن يعني إن إحنا لعبنا سبع ماتشات في سبع عشرين يوم والحمد لله ما فيش حد حصل له حاجة بالنسبة لإصابات عضلية يعني فدي حاجة من الحاجات اللي اللعيبة نفسها كانوا مبسوطين إن هم قبل كده ما كانش يقدر يعمل ده طبعاً آخر ماتش كان الموضوع مش قادري كانوا تعبنين جداً بس في الآخر قدروا إن هم يقدوا إن هم المعدلات البدنية حتى إحنا بنقيس اللعيبة بيجروا قد إيه بالجي بي أس فالأرقام ما اختلفتش يعني بيعملوا نفس الأرقام اللي عملوها من يوم واحد أكتر ماتش أو أكتر فرقة عشان نبقى يعني أدق تعبتك في التحليل بتاعك أو شفت إن هي فرقة هتبقى مزعجة بالنسبة لكم في الملعب كل ماتشات صعبة بجد يعني مش كلمة وخلاص بس أكيد فرقة ممكن تبقى إسلوب لعبها طريقة لعبها يعني يصعب عليك الجيم هو كل الفرق لما بيجوا إحنا بنتوقع بقى الفرق هتلعبنا إزاي كمان فكل الفرق لما بيجوا يلعبونا عادة عارفين إن إحنا هنحضر الهجمة بطريقة منظمة فكل الفرق بتضغط علينا مع إن دا ما بيكونش طريقة لعبوهم عادة يعني ممكن يكون هو بيلعب جيم عادي في نص الملعب بس لما هيجي لعب فرقة كابتن إيهاب ماسيكها النادي الإسماعيل اللي بقى أي نادي بيقول لا أنا لازم أضغط على الفرقة وغلط اللعيبة فالفرقة أصلا وإحنا بنحللها برضو وهم بيلعبوا الفرق الثانية غير وهم بيلعبونا بيعملوا حاجة مختلفة تماما نادي الزمالك مثلا من الفرق اللي وإحنا يعني وأنا بتفرج على النادي عندهم إمكانيات فردية أنا بالنسبة لي إمكانيات فردية كبيرة جدا وتقدر تعمل فرق في ماتش وده اللي بيحصل عمتا الفترة اللي فاتت كلها إن عندهم لعيبة بتقدر إنها تخلص في ماتشات فغير الفرق الثانية الفرق الثانية بيبقى محتاج إن هو يكون منظم جدا ويكون محافظ على الطريقة اللي هو بيلعب بيها فالماتشات كلها صعبة بس من أصعب الماتشات كان الزمالك وأسوان الزمالك وأسوان أسوان عندنا كان ماتش صعب جدا جدا لإن فرقة أسوان فرقة منظمة جدا وبيقدروا يجيبوا أهداف بأي شكل يعني ممكن من كور سابتة وهم مميزين جدا السنة دي كمان في كور سابتة فبيبقى صعب جدا إن انت تلعب ضد فرقة ومش عايز تديها أي هدايا والهدايا هنا كورنر فاول على الطمنتاشر الحاجات دي بتبقى بالنسبة لهم هدايا فالحمد لله يعني ماتش أسوان قدرنا نكسب بس جي فينا جنين من الحمد لله مش من كور سابتة بس جنين تانلتي وكورة في الأول جات جن أشرف جابها يكون كويس أخيرا علي ماتش الزمالك تحديدا الناس استغربت من أداء الإسماعيلي بعد النقص العددي في صفوف نديد زمالك كانت متوقعنا الإسماعيلي هيساعدتها أكتر من كده هيبعنده خطورة أكتر من كده هو إحنا فعلا سيطرنا ودي حقيقة بس بدون خطورة بدون شراسة على المرمى يعني بدون شراسة على المرمى قدرنا نصنع فرصتين مثلا واحدة الفخر واحدة الشكري بدماغهم واحدة الشكري في أول الشت تاني خالص اللفه وشاطها عن طمنتاشر دي فدي كانت الفرص يعتبر ما قدرناش نصنع فرص كتير زي العادي بتاعنا بس الطرد يعتبر ممكن يكون فاد الزمالك أكتر ما فادنا لأن الزمالك كان في حالة الطرد كانوا كذباني واحد سفر وقدر أنه هو خلاص هو خاد الحاجة اللي هو عايزها من المطر وقدر أنه هو خلاص أنا مش محتاجة أجيب جون تاني أنا محتاجة أحافظ على الجون ده ودفعه يعني بنظام كويس جدا وبروح عالية صحيح فده يعني الطرد ممكن كان مضر لنا أكتر ما هو مفيد يعتبر يعني فالحمد الله يعني كان مطش كويس والحمد الله أنه إحنا خرجنا من مطش يعني بالشكل ده يعني